ومن العنوين إلى التفاصيل حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي واستعرض الوزير خطة الوزارة لتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات مع العمل على تحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات بما يتوافق مع التكنولوجيا العالمية ومطالب القوات المسلحة كما استعرض أيضا خطة استغلال فائد الطاقة الإنتاجية لتنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية في ذات السياق طالب الرئيس السيسي قادة الجيش المصري بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي لصعوبة الأوضاع الأمنية في العديد من دول المنطقة وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي ترأسه أمس أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية من عمليات آثمة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعزيزا للتعاون الأمني وتضافرا لجهود المجتمع الدولي من خلال مقاربة شاملة لضحر الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف ترجمة نانسي قنقر